لالالالالالالالالالالالالالالال susil ad Sinne على سلامهم وبرحب بكم الناس لكل في قناتي وزع رجعنيك لليوم اذا فيديو جديد باش نحكيه علي Sarish City و TwoNham اللي صار اليوم وفيب نتيجة 2-0 لمصلحة TwoNham Please be honest with you sınız بسراحة اليوم عادة وقبل بيها خاصة دفاعيا وتمكن من انو يغلب ol city ol city tower باش يودع اللقب اياه بالضيع اللقب على روحه playb wardella يمشي تلهي في champion league يخيله ويحاول يعني يعادل المتشروط الأخرين بلا غير ما يخسر ما قعده في دورة أبطال أوروبا هي كهو الحال بتاع الباب في غورديولا توا عشان يعمل ينقذ الموسم بتاعه بربيت الأبطال الأوروبية باي بجنحكم على هذي مقابلة مو رينيو بصراحة اليوم أتفوق في جميع النواحي على غورديولا غورديولا اللعبة بتاعه صرت مكشوفة تلتيكيل وصرت مكشوفة باي كلا عادة سبيرل تشكيل 4-2-3-1 لكن تشكيله ذي على الورق فقط لأنه الدفاعي ممكنش رعب تشكيله ذيكا وكان نغلب الحالات يعني يتراجع دفاعيا أكثر اللاعبين تعليون جميعين يتراجعوا في الدفاع أكثر باي نادي سيتي 4-3-3 كلا عادة نفس التشكيل انت مقابلة السابقة غورديولا ما يغييرس بتشكيله متاعه السيتي هو يبدأ ضغط باعة سيتي عنده الإمكانيات الفرضية الإمكانيات الجماعية اللعب الجماعي كل عند سيتي لقاه اللي ما تلقاهوش عند سبيرل سبيرلس خطة واحدة يلعب به اللعب على الكنتراتراك والهجمة المرتدة نادي توتناهم هو لي كم تراجع دفاعيين برشا ساعته يلعب تكيلة 4-5-1 مع تراجع سونو ديليقالي سونو ديليقالي واللعب برجوين عفوا لمسانت خط الوسط معناها يلعب كان بلوكاس مورا في الهجوم فقط بتكيلة 4-5-1 ساعات اللعب وينكس يتراجع مع لاعبي يأدي فيها متاع نادي توتناهم يعني توتناهم يغير في تشكيله ويخلف فيها حيث بالحال اللي يكون فيها هذا هو اللي نجح فيه مورينيو انه يمنع نادي السيتي من تقدمت هله هجوم النقطة الوحيلة كان سيتي يلعب عليها معنى السيتي كان يلعب بيوصل الكورة للجناب يحاول يلعب على تواغولات بتاع محرز بصراحة اللي محرز اليوم يأتي في تواغولات ممتازة تواغولات محرز معناها تعرف اللي انت محرز قيمة ثاكة سيتي برندو سيلفا ما عادش رقمان كان في سيتي مدهم موجود اللاعب محرز محرز تصل الكورة على اليمين كان في اعمل تواغولات لانه كان عنده راحة على اليمين اليمين كانت تشيرة مرتيحة اكثر من اللاعب السيتي لانه نادي التنهام كان يتراجع للخلف شوية بكانش يبقى في مكان توجد من ريار محرز ريار محرز كان يقدم اكثر ويحاول التهديف يعني ويتواغل تواغولات بتاع محرز دي مخطيرة لكن الامتياز كان الدفاع السيتي اللي دفاع اليونايتد الدفاع التنهام عفوا اليوم اللي كانت ليه الكلمة الاخيرة في هاري مقابلة معناها شرط اول كاملة عداه يدافع وكان بساعات السيتي يرعب على ثنائيات الاقصار لكن بصراحة فما بطء كبير في بناء الهجمة السيتي بصراحة ما هوش قاعد يبني في الهجمة بسرعة ما فماش كثنائيات سريعة اللي يتخرج دفاع التنهام وتخلي ينادي السيتي في وضعية سنيحة للتجدير للبطء الهجومي الكبير معاناها الكرة تشدها للعب خامسة ثاوانية خامسة ثاوانية ما يتاكل من farce الخرى معاناها صعب جدا ان تستسجل حين ان تعمل كل الجوار يستحول على الكرة اقل حاجة به خمسة ثاوانية اقل حاجة قل عاندوا بالن depende دي برين يقعد تشد الكرة خمسة ثوانية ويقعد المحرز خلي عالكين وسط الكرة المحرز يقعد يتواغل 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 يوصف خمسة ثانية ما سيبش الكرة هذاك هو من النقطة السلبية اللي كانت اليوم عن بابي غورديولا وما كانش صراحة بيلز اليوم في التكتيكات التاعه مورين بصراحة ما كانش موجود برجوميين جملة بخلاف ركل الجزاء عافوا مش ركروبية حقه ركل الجزاء اللي اخذاها اغويرو اغويرو يعني ياخد ربز الزيم فونت عايش غورديولا عشنا وقتله في بيل الوقت وش حد غوندوغاني يسجد غوندوغاني يسدد ويضيع الكرة لوريسي تسدى ثم لوريسي اتكب خطأ اخرى استرلينغ معناها تفهم مقابل مجدونة برأيه معناها هدف ربز الزيم صحيحة استرلينغ ما حتى مش احتساب من عاشر به محكم الفار الفارو اللي بصراحة مؤثر بصراحة للمباريات ولا ما عادش يفقد تعمل الكرة القدم مانا تساوروا انت كالفوت هذي كمتاع اغويرو تعملت الفوت صحيح وتوت نهام لعبت ومشيت ولعبت الكرة تعديل ثلاث دقائق لعب كاملين وما زل ما والكرة تلعب وما زلت رب الجزاء بعد الثلاث دقائق كاملين يتم لوزول الفارو تم احتساب رب الجزاء تساور انت توت نهام سجلت هدفك على ثلاث دقائق باش تقول معناه ان احنا حيوى هدف تتنهام ونسجلوا هدف ونعطيه ورابة جزال السيتي بصراحة ما يجيش منش عادل جملة اللعب هذه بصراحة الفارو ما فهم مشكلة بصراحة في الفارو تطبيق الطريقة تعمل غرطيز من بده الطريقة ويطقى وحل لك الكرة الفورية لانا في الدولة الانجليزية بتنات لعب على برشة فمش برشة قطعة على اللعب وهو الفارو من قوانين تاو يقول لك ما عندك الحق ترجع الفارو إلا إذا كنت تقص اللعبة تخرج الكرة ولا تسجل هدف ولا حاجة معناه وهذه هي النقطة السلبية في الفارو ما ترجمش تلعب إذا كما تقص اللعبة أو في اللعبة معناه ترجم اها يشد لك اخوية 15 قيقة أخرى لعب لا فور دولة الانجليزية كيفيش احنا تشترجع بعد 15 قيقة لعب تتوتلي تتقائق هذي مؤثر خلي 15 قيقة لعب معناه بصراحة كوارث في الفار يجب أن يتم تطبيق بها تريقة أخرى يشوفوا رؤية فورية حاجة كالحاكم يجب أن يشوفوا ويزفر في هذا الوقت معناه موش يقعد يستنى الوجهور للفار حكام الفار يشوفوا ويزفر في هذا الوقت هو الحاكم باش الفار باش يجب أن تتعطوه معناه بلغير برشة رجوع وكل معناه هذي هو تطبيق يجب أن يصير في الفار بأن نخرج من البرانتراجة على الفار وسترلينج يستحق ورقة حمرة واضحة معناه الورقة حمرة تحت سرلينج بعد أن تدعو على اللعب الياري بصراحة تدعو مرخشونة وغير الياري بصراحة ويستحق عليها ورقة حمرة مباشرة تربة مباشرة للعب سرلينج كيف ندسبرز بك من تجهيل هدافه بصراحة ندسبرز لعب شوية على الكرات المرتدة بلعب على الكرات المرتدة هي اللي يجب أن تنفعه بكل وبالعب على برض الكرات المقطوعة لأنه سيتي كان يبدو في الهجمة ساعات لوكاس مورا أو اللاعبين يقطعوا الكرة والتحول الهجمة خطيرة لسبيرز لأنه سيتي ما يكونش في المواقع صحيحة متاعه لكن هنا يبين غياب هاريكين كان كل هجم مرتدة يرجع على تليس تلهم الكرة ويصيب الكرة السون هذه كان النقطة بتاع هاريكين الممتازة والحس التهديفي بتاع هاريكين والحس الهجومي بتاع هاريكين الممتاز لكن يوم لو كاسمولا متلعوش يعمل في الناس لأنه سيتيت لعب على جناح تشوف هاريكين كيف يخدم تشوف له كاسمولا كيف يخدم تفهم فرق بياتهم كان يمكن هاريكين كهاريكين تكون نتيجة أكثر من 2 سفر الهدف جاء عن طريق كرة ثابتا لخطة في دفاع السيتي ويسجل بهدف دفاع السيتي بصراحة عنده مشكلة كرة ثابتا عنده بشا مشاكل بصراحة في الدفاع بالرغم اللي هو الطريق الوحيد للدفاع بها السيتي توهي الهجوم السيتي كيستحول على الكرة وكل من تخافش عليه الدفاع متاعه لكن هاك شفت هجم مرتدة كرة ثابتا كل الدفاع السيتي ما يتقاش روحه وترجع هدف الأول عن طريق برجوين ثم هدف الثاني بعد كرة مقطوعة في الوسط الميدان أكاركولات مقطوعة يعني والهجبات المرتدة هي السلاح سروني يسدد هدف ويسجل هدف الثاني التاس الستيتين في المقابلة يجيبوا هدفين أبعطاش تتيدا من السيتي ولا هدف إذن السيتي بصراحة عنده مشاكل كبيرة في الدفاع عنده مشاكل أمير فرقة تكتل في الدفاع برشا ما عندوش كما وقت لكم السرعة في الهجم في الباسات كل جوالي شد باس خمسة ثواني هذي كان الكيثة للنسبة للسيتي وذي كان المشكلة هكاين وصلاة هذي التحليل ما تستشعبوني الشين وزي من الفيديو تصبح على خير الناس لكل نتلاقاه في مواعيد راضية أخرى اشتركوا في القناة